يوجد عائلة من أقاربي فيها أرامل وأيتام وضعهم المادي سيء جداً وأنا خصصت نسبة من راتبي لهم ونويت ذلك أن يكون بشكل دائم إلى أن يكبر الأطفال يتامة كل شهر أضع لهم في حساب فتحته باسمي ومخصص لهم إذا احتاجوا شيء أعطيهم من هذا المبلغ كل شهرين أو ثلاثة أعطيهم من هذا المال مخصص لهم مال العلم ووضع المادي بسيط وحينيأتي آخر شهر وأنا ما معي ولا دينار وأحيانا علي ديون ومطلوب السؤال هل إذا احتجت لبعض المال أستطيع أن أخذ من هذا المال مخصص لهم وأرده لهم في حسابي في نهاية الشهر عندما ينزل راتبي يعني أرد المبلغ الذي أخذته إضافة إلى المبلغ مخصص لهم من كل شهر والله الأفضل أنت ابتعد عنه الأفضل أن يبتعد عن هذا المطال أن أخصصه لهم لأن قد تأتي لهم حاجة الآن مثلاً وأنت صرفته فالأفضل أن تبتعد عنه لا تمسه يكون لهم فعلاً وإذا احتجت استقرض من بعض أصحابك أو أقاربك والله المستعان